مجموعة من الشخصات العالمية مشيراً إلى أن ذكرى الفقيد ستبقى في عقل جميع من كان يقدر عمله ده غير براك أوباما وغير مجموعة جديدة جداً من الشخصيات العالمية اللي طبعاً بتنعي البابا شنودة كلامنا لسه مستمر عن هذه الشخصيات المتميزة والنهار اللي بيناورنا ضيف أيضاً متميز جداً لحديث عن قدسة بابا شنودة حيكون معانا الأستاذ رمسيس النجار المستشار القانوني للكنيسة الكبتية صباح الخير صباح الخير يا فاني كم في البداية طبعاً بنانيا حضرتك ومنانيا أنفسك ومنانيا الشعب المصري كله على وفاة البابا شنودة ولو حضرتك هنتكلم عن البابا شنودة من ناحية الإنسانية هل تقول لنا إيه؟ من ناحية الإنسانية يمكن في عزاته كثيراً ما كان يتكلم ويحس الإكليروس اللي هم من طائفة الكهنة على خدمة الأقبار الفقراء الفقراء لا يحدد لأقباط أو غير أقباط وكان في كل خميس تعقد لجنة برياسة القرصة الوابا دي كانت لجنة سرية على الإطلاق هذه اللجنة السرية كانت لجنة تسمى باسم لجنة البر زي اللجنة كان سيدنا البابا بنفسه يتعامل مع الحالات المحتاجة كثيراً والتعامل بيكون مش مع الحالات اللي هي جاية تتعاطى أو تتقاضى أموال بسيطة كان يقوم بتجهيز البنات الغير قادرات كان يقوم بعمل العلاجات النظرة بقى أنا كنت يشرفني إن كنت بحضر هذه اللجنة الشيء اللي فرح القلب إنه كان يشتري أو يجيب الفواكه غالية التمن والناس الفقر هم من داخلين على طول يقعدوا يكلوا الأول الفواكه والشاي وبعد كده يتكلموا في مشكلتهم وكان بحنو الأب وكان يعني بأمانة بعض الأحيان كانت أعضاء اللجنة تقول له كتير كده سيدنا وتقول لهم لا لا إحنا ما دفعناش حاجة من جبنا ربنا بعت علشان خطر الناس دي كان يهتم بالفقرة جداً 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 محتاجين فكانت لي نزعة إنسانية عاطفية حب حب فياض دون أن ينظر إلى الملابس أو إلى الشياكة أو إلى الغلابة يجوا وطبعاً يقعدوا جنبه ويتكلموا معاه وعايزين وهنعمل وهجهز بنتي بابا والآخر ويا أذكر كان في قضية أظن في 2005 واحدة ست اتهمت زوراً ودي كانت فالقاضاء أخطأ وحكم عليها بتلات سنين سجن وهي كانت باقعة خضروات فزعل سيدنا ساعتها النائب العام أوقف تنفيذ الحكم بعد أن تقدمت له بطلب لأن كان هناك خطف الحكم ففجأتي بقول لي يا رمسيس قل للست دي تيجي فأنا بقول للست دي تيجي قلت لي مش معقول أنا هقابل سيدنا ست بسيطة جات هي أسرتها يعني كانوا كانوا يعني في حضن سيدنا أب أب فعلاً طبعاً وقال لهم أنا أبو الفقير قبل ما أكون أبو الغني أكيد والجرائد كان كانت بتاع الموضوع دواً وكان موضوع كبير شوية كل يعني مفيش حد اختلف على أن البابا شنودة كان دوره في فكرة الوحدة الوطنية وفكرة وقد الفتنة الطائفية وفكرة توحيد الصف المصري بكل الأشكال وكل الطرق وخصوصاً في السنة اللي فاتت اللي كان فيها كلام كتير جداً ومواقف كتير جداً هي كانت من أبرز أدوار البابا شنودة على مدى تاريخ القداسة عايزي نعرف أنه من دلوقتي إيه اللي حييجي أو إيه اللي جاي يعني هل فعلاً دوره كان إيه وإيه اللي جاي بعد كده هل ممكن الدور ده يتزعزع بتغيير الشخصية هقول الحضر كان بيحكم الأمور إزاي فاندومي أشوف حكمة الأمور لسيدنا أنا يعني حتى زي اللحظة أقرر أنها كانت حكمة سماوية لأن كثيراً ما كان يختالي في قلياته ثم بعد ذلك يصدر قراره يعني نعرض المشكلة أو المشكلة تعرض على سيدنا البابا ثم بعد ذلك يسمع 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 يطلع من قليته يقول الوضع عمله كذا بس كان فيه مستشارين حواليا فاندوم كمان بياخد بقراءهم آه طبعاً 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 يعني هو كان لا مش ياخد بقراءهم ويقرأ كتابتنا القانونية ويعلق عليها لا ويقرأها كلمة كلمة ولو موقف يحتاج إلى اجتماع المستشارين كان يعقد اجتماعاً للمستشارين مرة واتنين ويتناقش ويضع نفسه مرة موقف القضاء مرة موقف النيابة مرة موقف المدعي يعني كان يتغير في المواقف وفي النهاية كان يصدر القرار الذي يراه مناسباً لأولاً أولاً لا يحيد يميناً ولا يسرناً عن العقيدة لكن القرار الذي يوائم الوضع يعني بعض الأحيان يمكن حضراتكم تذكروا لما جات أحداث معينة قال إيه قال مسيرها تنتهي ومسيرها تتحل وربنا موجود ومبادئ دي وقال إيه صمت ليتكلم الله هو معنى ذلك إن لو تكلم الدنيا تعلى شوي يقولك لأ أسكت أحسن الدنيا تهدى وربنا هيتكلم وربنا كان يجيب صلواته ودعواته بإمانة بسرعة هل كانت حكمة أو ذكاء حكمة أو ذكاء سياسي لا حكمة لا 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 أشوف أقول لحضرتك على حاجة السياسيون أنا مش عايزة أقول إن السيدنا رجل سياسة لا أنا عايزة أقول إن سيدنا رجل حكمة لأن حكمة سليمان أعطيت له من فوق فسيدنا كان كان يعني يميل إلى الحكمة أو منبع الحكمة فحكمته كانت حكمة يعني مختبصة من السبب بس أصير يمكن يا فندي بزي ما شريف قالنا هرجع برضو النقطة يمكن في أحداث السنة اللي فاتت أحداث نفسها كانت تخض المصريين كلها يعني إحنا نفسنا ما كناش متعودين عليها طبعا وكانت حاجة بتهز الوطن يعني فكرة المسيحي والمسلم والأحداث اللي مرت بيها مصر كلها يعني أحداث كانت ممكن تخلي أي حد فعلا يتكلم أي فإحنا كن عايزين بس نعرف حكمته في الأمور بالذات في تناول الفتنة الطائفية لأن هي موجودة خلينا نتفق أن هي موجودة بس هو كان بيتعامل مع الأمور إزاي يعني حكيته مقرب أه طبعا ما أنا ما أنا قلت لحضرتك يعني هو بيتعامل إن كان هناك تصرف إيجابي بيفعله إن كان هناك اتصال بالمسؤولين بيفعله إن كان هناك صمت بيفعله طب بيتعامل إزاي مع الأمور القضائية يا فندم آآ برضو يعني كانت في الأضايا الكبيرة يعني أنا بصفتي محامي عرضت عليه يعني عندي أكثر من قضية اختغم الكنيسة لكن عرضت عليه أكبر قضيتين أو ثلاث قضايا بناء على تكليف من قدسته أعرض علي الورق أعرض الورق كله ويرد علي أو يعمل لي يعمل حاجة اسمه لجنة مستشارين نتداول يعني يطرح الفكر اللي أنا كاتبه ويشوف هل هو ينطبق مع القانوني مع الواقع مع معه وأنا أتكلم في مثل هذه الشؤون ساعة أو اتنين أو ثلاثة كان سيدنا يدير الجلسة يدير الجلسة كمستمع إلى مناقشات السادة المستشارين ثم خاصين به ثم بعد ذلك يصدر القرار أزمات كتيرة جدا مرت بيها الكنيسة وأزمات كتيرة جدا مرت بيها قدستة بابا شنودة شخصيا وهو في منصبه وهو في موقعه وكان فيه كثير من الناس كانوا بيشككوا في هذا المنصب وكانوا عايزين ياخدوا هذا المنصب في داخل الكنيسة السؤال هو يا فندم اختيار البابا الجديد عايزين نعرف حيكون إزاي الخطوات اللي بتتم حتكون إزاي خصوصا برضو في المرحلة الدقيقة اللي احنا فيها دا أولا احنا ملزمين بنقطتين النقطة الأولى الكتاب المقدس والنقطة الثانية لايحد سبعة وخمسين الكتاب المقدس يعني معروفة وكانت نوقشت في 2008 توجد فيه حالتان للقرعة الهيكلية حالة يونان النبي وحالة متياس التلميذ الاثناشر فاحنا لا يمكن نتنازل أو الشعب القبطي لا يمكن يتنازل عن القرعة الهيكلية هذا أولا ثانيا الليح سبعة وخمسين قالت شروط من يتقدم للترشيح أربع أن يكون مصريا مسيحيا أرسوزوكسيا أن يكون قد بلغ من العمر فوق الأربعين أن يكون قد قمضى خمسة عشر سنة في الرهبنة أن يقدم طلبا موزك تزكية موقع من ستة من المطارنة تعرض هذه الطلبات كلها على لجنة تمبسك من المجمع المقدس هذه اللجنة تصفي تصفي هؤلاء المرشحين أو من تقدموا بتلك الطلبات من خمسة إلى سبعة لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن سبعة يعرضوا هؤلاء الخمسة أو السبعة على مجموعة الناخبين والناخبين يدلون بأصواتهم أعلى ثلاث أصوات تجرى معهم القرى على هيكلهم هذه الإجراءات يعني هم من عشرين مادة هتمشي بطريقة يعني هتمشي بطريقة سالسة جدا مش متوقع يكون في أي أنا شايف أن القانون اللي اللايحة تكلمت في كده واللايحة تعد سبعة وخمسين ما زلت موجرهة يعجشين مادة بس في ناس بتطالب بتغييل اللايحة حيلو بتعديل 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 أرد على حضرتك إيه سبب التعديل أنا مثلا لو حد قال النهاردة أنا عايزي أعد اللايحة ليه نمر واحد إيه سبب عايزي أعد اللايحة ما نظنش عاوز يعدل علشان يبقى نسبة الناخبين أعلى من ما هي موجودة عليه في الجداول أنا بقوله النهاردة إن تبقى للمادة تلاتة التي وردت في اللايحة من حق كل مسيحي أن يتقدم إلى قيد اسمه بجداول الانتخاب لأن مفيش مسيحي النهاردة بيتقضى أقل من ربعمائة وثمانين جنيه سنوية ده ربعمائة وثمانين جنيه شهرين ما هي في سبعة وخمسين ما هي في سبعة وخمسين قالت بشرطة أن لاقل مراتبه السنوي عن ربعمائة وثمانين جنيه طيب من النهاردة مش داخل هو ربعمائة وثمانين وطبعا طائفة المتعلمين الحمد لله النهاردة نسبتها عالية لأن برضو قالت الناخبين أن يكونوا مثقفا متعلما الكلام ده كل نسبة الجامعين الأقباط كتيرة نسبة من يتقاضون فوق ربعمائة وثمانين جنيه سنويا كتيرة فأصبح مجموعة الناخبين كتر عليهم أن يتقدموا إلى اللجنة التي تختص بشؤون الناخبين لقيد أسمائهم بتلك الجداول هو الجداول المهاردة فيه قد ايه؟ فيه ألف أقل من ألف لا اللي عاوز يقدم يروح يقدم هيتطلب منه مستندات إنه خارج جامعة طبعا كلنا معانا ما يفيد إن إحنا خارج جامعة كلنا معانا ما يفيد إن إحنا نتقاض أكثر من ربعمائة وثمانين جنيه سنويا إذا انطبقت المدنة إلغاء القرعة الهيكلية لا يمكن الأمر مفروض طبعا لا يمكن المجتمع هل فيه أصوات بتطالب إلغاء القرعة الهيكلية؟ لا أنا سمعتها من شخصية من الطائفة العلمانية اللي هم من سموا نفسهم هذه الطائفة قلت له لا يمكن لا يمكن لأن الإيمان الذي يقر في ضميرنا إن إحنا كما إن إحنا ننتخب كما أن الله يمد يده ليختار البطرك الذي يمثل الأقباط أو يقود الأقباط هل في أسماء مطروحة؟ أنا مبارح شفت في التلفزيون برنامج جاب اسم نيافة الأنبة موسى نيافة الأنبة بشوي نيافة الأنبة موسى نيافة الأنبة بشوي نيافة الأنبة يؤنس سماء شفته في برنامج لكن هقول لحضرتك على حاجة في الوقت الحالي نترك الله ليعمل وهو الذي يقودنا إلى من يقودنا روحيا ولاهوتيا لأن حضرتك يعني مش عايزة أقول إن في ناس عظام في التاريخ انحرفوا عن العقيدة مارتن لوسر أو يعني انحرفوا في إحنا فإحنا ربنا يعني يعطينا راع يرعى عقيدتنا أولاً ويرعانا على هذه العقيدة المستقيمة إحنا أرثوزوكسي يعني مستقيم على هذه العقيدة الأرثوزوكسية المستقيمة من يتولى هذا المنصب؟ إيه هي أهم الملفات وأهم المشاكل أو الأزمات اللي حيكون بيواجهها أو المسئوليات اللي حيكون بيواجهها؟ غير طبعاً الانتزام بالعقيدة الأرثوزوكسية آه يعني هقول لحضرتك يعني إن شاء الله بإزن الله بإزن الله هينظر آآ إه العلاقات آآ ما بين الإقباط في سر الزيجة مهم جداً إن شاء الله إن شاء الله هينظر إلى آآ علاقات آآ الكنيسة بالدولة فيما يتمثل الكنيئس التي آآ تمثل آآ مشكلة مع الدولة هينظر إلى يعني دي الملفات تقريبا هننظر لعبادة الموحد كل الملفات شوف حضرتك احنا منتظرين من مجلس الشعب النهاردة انه يعرض هننظر لعبادة الموحدة لكن مش هنرهق او مش هنطالب الاول انا وجهة نظر يعني ولا امليها على قدس البابا اللي جاي انتبه للكنيسة الاول الكنيسة شعبك يعني برضو ربنا ينيح نفسه سيدنا الامبة شنودة وهو وهو بيطلع في الروح كان بيقول له المحاضرة الشعب قرب من شعبك اسمح للشعبك انه يقابلك كتير وكتير وكتير اسمح للناس الناس محتاجة الناس متقلمة الناس بتقول له يا بابا يعني الاسمه بابا ايه والاب هو الملازي الاول للابنة او للابنة في كل شيء حتى لو فعله خطيئة بيروح يقول له الحق لنا عملت غلط صلحولي طب يمكن البابا شنودة كان مهموم قوي بمصر وكان بيحب مصر جدا 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 وكان مباين جدا في كل مواقفه وكان مباين جدا في مواقفه كمان مع رئيس الرحل السادات وكان مباين مواقفه جدا ضد تهويد القدس وكان حد جدا مصارم جدا لحد الاخر لحد فترة كبيرة جدا جدا بس دايجلنا كان شايف الاحداث المتتالية في مصر ازاي خصوة مؤخرا بعد 25 يناير هو لا اخفيك سرر ان بعد 25 يناير اه اتغير مش فكر الفكر السياسي اللي كان عند سيدنا البابا يعني احنا تربينا على ان هناك حاكم وهناك حاشية لهذا الحاكم نقدم لهم فرض الطاعة والولاء فيما يخص البلد ونطلب منهم ما نريده ان نطلبه لما لقى الدنيا اتغيرته بقى فيه شباب وفيه مختلفين معهم في العقيدة وفي الفكر الديني واحتمال يكون في الفكر السياسي واحتمال يكون فبدأ بهذه الطريقة انه يتصل برضو او يتعامل مع المجلس العسكري او المسؤولين عن حكم البلاد فيه احداث صور تعامل معهم فيه احداث مسبيرو تعامل معهم بل عرض عليهم يعني الفيديوهات التي كانت مسجلة يعني نحن فيه شباب يعني هو حل بالمجلس العسكري محل الحاكم اللي هو كان بيلجأ له في ادارة شؤون البلاد وانه هو بيقول له بيقول له قادي المشكلة حلها وقادي اللي حصل بالزبط امام الله يعني اه ونحن ده حصل فعلا اه ونحن ونحن عندنا في الكتاب المقدس او شيء من اجل المسؤولين ام نحن نحن نصلي من اجل المسؤولين دون ان نعرف صفاتهم ودون ان نعرف مراكزهم ودون ان نعرف مدى حبهم لنا ودون ان نعرف مدى اختلافهم معنا لكن ملزمين ان نصلي من اجل الحاكم والحكام يعني زي ما بنصلي برضو من اجل البطرك بنصلي من اجل الحاكم والحكام والمسؤولين عن البلاد الكلام مش هيخلص الكلام مش هيخلص طبعا لانه مش مجرد حدث كبير مش مجرد حدث جلل تاريخ عظيم تاريخ عظيم وشخصية صانع التاريخ ابا شنودة صانع التاريخ لم يدونه صانعه بفعله وان شاء الله بإذن الله يعني هيبقى فيه فيه حاجات هتفجر ان كانت المصار ماشي نحية هو عظيمة وأنبى شنودة نيح الله نفسه مسك بقبضة بقبضة قوية إيمانية حكيمة ودي كان الكلمة اللي احنا كلنا بقول عليه هو كان حكيم فعلا فيش كلام أحسن من كده أستاذ رفيس النجار المستشار القانوني لكليسة القبطية أكيد حيكون محياتك بقى يعني طبعا بعد الجنازة أكيد مع حيرتك بقى في الأيام اللي جاء وفي مرحلة اختيار البابا الجديد خطوا بخطة عشان نعرف إيه اللي تم شكرا انتقل لفاصل ونكمل معاكو بقى فقرات نهرك سعيد